أهلا وسهلا بك عزيزي المشاهد في الحلقة الثالثة عشر من كورس تعلم اللغة الإسبانية للمبتدئين سوف نتعلم في هذه الحلقة كيف نفرق بين أربع كلمات أساسية في اللغة الإسبانية إنها كلمات نستعملها كل يوم خلال المحادثة لذلك أريد منكم أن تبتعدوا عن مصادر الإلهاء والتسلية وأن تركزوا معنا في هذا الدرس أريد منك أن تأتي بورقة وقلم وأن تضعها أمامك لأخذ الملاحظات كذلك إذا أعجبك هذا الدرس أريد منك أن تضغط على زر الأعجاب وأن تشارك هذا الدرس مع عائلتك وأصدقائك أمل أنهل أنت مستعد؟ لنبدأ لنبدأ بأول كلمة أول كلمة هي فويرة فويرة عني في الخارج أو خارجا كرر من بعد عزيز المشاهد لفظ هذه الجملة أحسن هل حفظتها لنرى؟ كرر هذه الجملة أحسن مثل آخر فويرة دعكي فويرة دعكي إلى الخارج تريد أن تطرد شخص ما تقول له فويرة دعكي إلى الخارج فويرة دعكي فويرة دعكي كررها من بعد أحسن فويرة دعكي فويرة دعكي هل حفظتها؟ لنرى كيف نقر إلى الخارج؟ أحسن فويرة دعكي إلى الخارج أحسن مثل آخر الٰٓ نزيد الفويرة دعكي إلى الخارج فويرة دعكي إلى الخارج أحسن التعرف شعر هذه السيارة فويرة دعكي إلى الخارج أحسن أحسن كيف تعطون إلى الخارج أحسن ولي دومنك أن تحفظ هذه الجمال لأن تحفظ الجمال بدل أن تحفظ الجمال بدل أن تحفظ الكلمات مثلا أنا في الداخل من فضلك دعني أخرج أحسن أنا في الداخل من فضلك دعني أخرج أحسن أنا في الداخل من فضلك دخل كرر من بعد عزيز المشاهد لفظ هذه الجملة أحسن الآن سوف تحفظ هذه الجملة وسوف تكررها بصوت عن إنه في المنزل هناك في الداخل أحسن أَحسن أستأل juّزها في الداخل كيفّ trه في الداخل من تحفظ كيفّ نظر أنا في الداخل من تحفظ أحسنت أباخو الآن أباخو تعني في الأسفل مثلا تذهب إلى البانك أو تذهب إلى المحمية يقول لك لنتدرب سويا أريد منك أن تكررها بصوت عالي أحسنت فير مع أباخو وكع في الأسفل مثل آخر يغو ونقريتو دي أباخو أتا صراخ من الأسفل يغو هو من فعل يغار ولكن في البرتريتو indefinido في الماضي الذي انتهى يغو ونقريتو دي أباخو أتا صراخ من الأسفل هل أنت جاهز؟ سوف تكررها بصوت عالي أتا صراخ من الأسفل كيف نقولها؟ أحسنت ونقريتو دي أباخو هل حفظت هذه الجملة؟ ونقريتو دي أباخو ذهرت رائحة كريحة من الأسفل كنلي الآن كيف نقول ذهرت رائحة كريحة من الأسفل في اللغة الأسفلية؟ أحسنت ونقريتو دي أباخو ونقريتو دي أباخو الآن أرّبا أرّبا هي أكس آباو أرّبا تعني في الأعلى مثلاً هل حفظتها؟ هل أنت جاهز؟ كيف نقول الآن في اللغة الإسبانية؟ إنه في العلبة في الأعلى؟ أحسنت مثل آخر ضع قدمك هناك في الأعلى ضع قدمك هناك في الأعلى كرم من بعد عزيزي المشاهد لفظ هذه الجملة ضع قدمك هناك في الأعلى الآن سوف تكررها بصوت عالي كيف نقول في اللغة الإسبانية؟ ضع قدمك هناك في الأعلى أحسنت ضع قدمك هناك في الأعلى مثلاً الأخير هل أنت جاهز؟ يلا نحن في الطابق العلوي نحن في الطابق العلوي نحن في الطابق العلوي نحن في الطابق العلوي هل حفظت هذه الجملة؟ الآن سوف أتكررها بصوت عالي كيف أن أقول في اللغة الإسبانية؟ نحن في الطابق العلوي بصوت عالي أريد منك أن تعطيني الجواب؟ أحسنت أريد منك إذا أعجبك هذا الدرس أن تدعمنا بلايك وأن تشارك هذا الدرس مع رفاقك وأصدقائك أيضاً أريد منك مشاهدة كل دروس سلسلة تعلم اللغة الإسبانية للمبتدئين تأكد من مشاهدتك للسلسلة كاملة أما لا نقول لك أصدقائك 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 أصدقائك